اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكالجهة اللي اشتركوا في القناة وزارة الثقافة ودارة سينما والمسرح احنا نعمل جاهدين حتى بتوجيه الأخير مع الوزير الثقافة انه نحاول ان ننهض بالسينما من جديد خطواتنا المستقبلية هو انه نسق مع جهات عدة في سبيل انه نبني سينما عراقية كوم الحقيقة الثقافية العراقية في عمان ان نشهد باكورة منتذ عبد الحميد شوامان وهو يحتفل مرور 25 سنة على الانتاج السينمائي والعرض السينمائي لديه اقول ان نشهد فيلما عراقيا راقيا رايعا لمخرج عراقي لا يمكن نصفه بكلمات تمثل شخصية هذا المخرج حقيقة كان نتاجا كبيرا علميا راقيا عرض فيه تراث العراق وثقافة العراق وحضارة العراق الفيلم عبارة عن مجموعة قصص يبدأها قلقامش بعد موت صديقه عن كيدو فيمضي بالبحث عن الخلود يستدعي الفيلم قلقامش ليعيش في عشرينيات القرن الماضي ويعمل بنقل الناس بين ضفتي دجلب واسطة قارب بسيط وذلك في زمن تأسيس الدولة العراقية وبداية دخول منجزات الحضارة المعاصرة الى حياة الناس ومنها السينما حين تم تعيش الثقافة وتظهر في ارض بلاد ما بين النهرين شخصيات ثقافية من الشعراء والمطربين انثال الزهاوي والرصافي والسياب والمطرب مسعود العمارلتي الذين يقدمون الفيلم عبر حكاية ممتعة فكرة بغداد خارج بغداد انه انا بعد غربة طويلة عندما ذهبت الى بغداد وكنت عايش كل هذه الاجواء اللي شفناها في الفيلم افتقدتها حسيت بانها ما موجودة فصرت ابحث عن الاسباب وهذه الاسباب طبعا قسم منها سيكولوجية قسم منها تاريخية عامل الخوف الاساطير الموجودة هذه مسألة مو يعني طبيعية الاسلوبية اللي استعملتها في هذا الفيلم هي انا حاولت ان تخلص من الحدوتة الحدوتة التقليدية في الافلام بشكل خاص الافلام العربية غير محكمة البناء او حتى الافلام العالمية اذا صح تعبير العالمية الاوروبية والامريكية المحكمة البناء ايضا ضلت الفترة تتعامل مع الحدوتة ومع القصة فانا قلت اذا انا استطيع ابر هذه السينما والسينما هي الفن السابع اللي يضم فن العمارة والضم الشعر والضم الموسيقى ليش ما انا هذه الحالة اجمعها ايضا واحقق هذه الفكرة التأريخ رحل ونخاف ان ترحل الجغرافيا هذا ما يقوله الفيلم الذي يعيد احياء الواقع الاجتماعي والثقافي لبغداد وذلك عبر حكايات عن الخوف والموت والفقر والغربة التي يعاني منها المثقف واطياف الشعب العراقي حين يعرف الانسان انه فان يبدأ بالبحث عن الخلود هذا ما جاء في العرض الاول لمهرجان السينما في عيدها الفضي من خلال مشاركة العراق بفيلم بغداد وخارج بغداد الذي اخذت فكرته من ملحمة القامش السومرية لبرنامج صباح العراقية محمد العبدالي امان